ماهر العطار مغن مصري ذو صوت رقيق عذب ولد في القاهرة تحديدا في حي باب الشاعرية في اليوم الثاني والعشرين من شهر يناير من عام 1938 برجه الفلكي هو الدلو وقد حصلها على الثانوية العامة من مدرسة العباسية ونال دبلوم المعهد العالي للموسيقى العربية عام 1960 بعد ذلك درس في كلية التجارة بجامعة عين شمس وتخرج منها عام 1965 بدأ ماهر العطار مسيرته الفنية قبل أن يتم تخرجه من الجامعة حيث شارك في برنامج الهواد بالإذاعة أثناء دراسته في الفرقة الأولى لفت انتباه الموسيقار الكبير الراحل محمد عبد الوهاب الذي استمع إلى آدائه وطلب منه لقاء وجها لوجه وبالفعل نال إعجابا كبيرا حيث قدم العديد من الأغاني من بينها أشهرها افرش منديلك على الرملة وقد شارك أيضا في عدة أفلام سينمائية تزوج نجمنا من السيدة فايزة وهي باحثة إعلامية ورزق منها بأبناء أسماؤهم هي أحمد وريهام للأسف اضطر إلى اعتزال الفن في وقت متأخر بسبب مرضه ابنه أحمد استكمل مسيرته في عالم الغناء أما ابنته ريهام فقد عملت في البداية في مجال الإرشاد السياحي ثم انتقلت للعمل كمذيعة وفي حوار أجري مع زوجته وتم بثه في برنامج ماسبيرو مع الفنان سمير صبري كشفت الزوجة عن كيفية لقائها بالفنان ماهر وقالت أنها قابلته في إحدى حفلات الزفاف حيث كان يؤدي أغانيه بطريقة تعكس جاذبيته وخلال الحفل تواصل معها وسألها عن اسمها وفي ختام اللقاء أعطاها رقم هاتفه وبعد ثلاث مرات من التواصل الهاتفي قرر أن يتقدم بعرض الخطبطي لها وكشفت السيدة فايزة زوجة الفنان ماهر أن والدتها رفضت فكرة ارتباطها به قائلة لها الفنانين بيتطلقوا ويتجوزوا كثير وفي السياق المتصل كشف زوجها عن تفاصيل من ماضيه العاطفي إذ اعترف بعلاقاته النسائية السابقة وحكى لها عن السيدات اللواتي تعرف عليهن في مختلف مراحل حياته وأكدت فايزة أن زوجها قد ارتكب خطأا مع فتاة في الماضي وأبدى ندمه عن تلك التجربة وفي إطار حديثه معها أخبرها أنه بعد ذلك الخطأ قرر أن يتوجه إلى المسجد حيث قام بالوضوء والصلاة وبقي يبكي ويستغفر الله طالبا التوبة والرجوع إلى الطريق الصحيح بعد ذلك عثر على الزوجة الصالحة التي يمكنها صونه ويمكنه صونها وقرر الزواجابها الفنان ماهر العطار الذي أطلق عليه الملحن الكبير محمد الموجي لقب منافس العندليب عبد الحليم حافظ شارك في عدة أفلام قديمة من بينها فيلم احترس من الحب مع الفنانة زبيدة ثروت وفيلم النغم الحزين مع سامية جمال ورغم ظهور ماهر بعد العندليب بحوالي ثمانية سنوات إلا أنهما أصبح صديقين وقد ربطت بينهما علاقة صداقة قوية وفي حين كان لدى ماهر العطار ميل نحو اللون الرومانسي الحزين في غنائه اقترح عليه العندليب تقديم اللون الشعبي وفعلا استمع إلى كلامه وقدم أغنية إفرش منديلك لإبراهيم رأفة واستمر في هذا اللون إلى جانب هذا وذاك كانت له سهرات متكررة مع عبد الحليم حتى أن خلافاته مع زوجته كانت تقع بسبب سهراته المستمرة معه وعندما تمت استضافة عبد الحليم في أحد البرامج وسئل عن الفنان الذي يحب الاستماع إليه أجاب ماهر العطار بدوره الملحن الكبير محمد الموجي كان له دور كبير في حياة الفنان ماهر حيث صرح العطار قائلا الموجي عمل لي عقد فيلمين وداني ميد جنيه بالتمام وأبدأ اسمي يتردد وحصل عناد طويل بين عبد الحليم والموجي الذين دخلا في نقاش حول مستقبلي قال له الموجي أنا حجب لك اللي أعدك في البيت يا حليم وفعلا قاموا بتأليف أغنية بلغوه التي كانت على وزن ظلموه وكذلك أغنية أخرى بعنوان داب ألبي وشاركوا في إنتاج أفلام وأغاني أثرت بشكل كبير في الساحة الفنية حيث حققت نجاحا كبيرا وكسرت حواجز الشهرة كذلك كشف الفنان ماهر العطار عن ترشيحه لبطولة فيلم حسن ونعيمة بدلا من الفنان محرم فؤاد ومع ذلك قام برفض الدور وعندما سئل عن السبب أوضح قائلا ذهبت لمقابلة الموسيقار محمد عبد الوهاب بعد أن اتصل بي على منزل والدتي كان الأمر طريفا لدرجة أن والدتي أغلقت الهاتف في وجهه مرتين معتقدة أنه شخص يعاكس من الشارع كنت قد قابلته في إحدى الحفلات وأبلغت أمنيتي بالجلوس أمامه ذهبت بالفعل وغنيت له أغنية كل داكا له وسعد بأدائي ورشحني على الفور لفيلم حسن ونعيمة الذي كان من إنتاجه تعاقدنا على فيلمين آخرين لكنهما لم يظهر إلى النور وبخصوص اعتذاره عن هذا الدور أوضح أنه خلال البروفات جلس مع مخرج العمل هانري بركات وبعد ارتدائه لجلباب فلاحي رفض شكله في هذا الزي لأنه كان طالبا في الجامعة وكان يبحث عن الشياكة كبقية الشبان وبالفعل ذهب إلى عبد الوهاب وقال له أنه سيقترح له فنانا آخر للدور وقام بترشيح محرم فؤاد لأنه كان صديقا له ويعشق الغناء لكن الفنان ماهر كشف أنه في وقت لاحق بكى بسبب اعتذاره عن هذا الدور خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم لأنه كان يتمنى أن يقدم أغنيتي رمش عينو والحلوى داير شبكها خاصة أن الموجي صنع هاتين الأغنيتين خصيصا للفيلم ومن كان سيقوم بدور حسن كان سيغنيهما كما كشف الفنان ماهر أن سعاد حسني مثلت معه قبل هذا الفيلم في فيلم بعنوان هاء ثلاثة حيث كان يشارك فيه النجم رشدي أبابا كان ذلك أول تواجد له ولسعاد لكن هذا الفيلم اختفى في ظروف غامضة ولم يحقق نجاحا وقتها إذن نجمنا الذي دخل عالم الفن منذ صغره بدأ مسيرته الفنية في سن السابعة عشر من عمره شارك وتعاون مع كبار نجوم الفن فكانت له مجموعة واسعة من الأفلام والأغاني من بين أفلامه فيلم احترس من الحب عام ست وخمسين حب وحرمان عام ستين النغم الحزين في نفس العام أنا وأمي كذلك عام ستين فيلم بنات بحري عام ثنين وستين وفيلم لقاء الغرباء عام ثمانية وستين من أغانيه بلغوه إفرش منديلك داب ألبي وآضي الغرام في مايو من عام الفين وواحد وعشرين نعت نقابة الموسيقيين في مصر المطرب ماهر العطار الذي رحل بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز ثلاث وثمانين عاماً قالت نقابة الموسيقيين في بيان أن الراحل دخل المستشفى قبل أيام لإصابته بالتهاب في الشعب الهوائي وضيق في التنفس وقد وصل المطرب أحمد العطار مسيرة والده في مجال الغناء فقدم كليب أغنية عندي بالدنيا والذي كان له فكرة جديدة أعجب بها الجمهور ثم أصدر ألبوم حلم حياتي ليغيب بعدها عن الساحة الفنية لسنوات ثم يعود مرة أخرى ومع ذلك لم يتمكن أحمد من تحقيق الشهر والنجاح الذي حققه والده ماهر العطار حتى يومنا هذا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة